النهاردة معدنا مع كتاب حيغير وجهة نظرنا في النجاح اي حد فينا بيجي فكر في النجاح اول حاجة بتيجي في باله المجهود والاجتهاد والزكاء وله هي ان كل دي معاني صح لكن مالكم جلدول في كتاب The Outliers حينبهنا لعوامل كتيرة جدا مش بس برا النور من اللي احنا منفكر فيه لكن هو من وجهة نظره ان فيه ظروف حوالين كل واحد بتأثر في النجاح زي ما مكونات وامكانيات الانسان بتأثر فيه يا طرح هل حد ممكن يتصور تاريخ الميلاد ممكن يأثر في ان الواحد يكون لعيب كورة جامد حاجة غريبة باحصاء سريع كده عملته لقيت حاجة غريبة جدا لقيت ان almost 70% من لعيبة منتخب مصر مولودين في النص الاولاني من السنة و30% بس هم المولودين في النص التاني من السنة قلت يمكن صدفة فبصيت على لعيبة النادي الاهلي لقيت نفس الكلام تقريبا 62% من اللعيبة مولودين في النص الاولاني من السنة وتقريبا اقل من 40% مولودين في النص التاني من السنة طبعا انا شلت المحترفين عشان اعرف اوصل لكم الفكرة اللي انا عايز اقولها الفكرة دي جات من دراسة عملها الـ Sports Psychologist روجر بارنسلي منتخب كندا للأيس هوكي وكندا في الأيس هوكي من احسن الدول في العالم ولقوا احصائية بتثير الجدل جدا لقوا ان 40% من لعيبة المنتخب مولودين من يناير لمارس 30% من ابريل لجون 20% من جولاي لسبتمبر واقل من 10% من اكتوبر لديسمبر ايه الموضوع؟ هو ده فكرة الماثيو إيفاكي اللي مالكوم جلادول بيحاول يشرحها وبيربطها بعوامل النجاح اللي مش في ايدي ولا في ايدك ان تاريخ الميلاد ليه علاقة مباشرة بالنجاح وهو انا جاب الـ Example بتاع الايس هوكي الفكرة ببساطة ان اغلب الفرق في اغلب الدول بتبتدي تاخد موليد السنة الجديدة من يوم 1-1 ليوم 31-12 فبالتالي اللي مولود يوم 1-1 بيقدم مع اللي مولود يوم 31 ديسمبر وبما ان بيكون فيه فروق جسدية وفروق عقلية وخصوصا في السن الصغير بتبان فتلاقي ان اللي مولودين في اول السنة بيكبروا اسرع ومن تالي بتاعتهم بتتطور اسرع فيبتدي ياخد فرص اكتر ويبتدي ياخد تدريب احسن ولو فيه منتخب تعمل تلاقي ان الولد اللي اكبر واسرع وانشط ممكن يتاخد بشكل اسهل في المنتخب فيبتدي ياخد تدريب اكتر واكتر فبعد فترة نبتدي نلاقي ان المجموعة اللي بدأت عندها ان هي مولودة اول السنة تبتدي تتراقم عندها المميزات واللي هو بيسميه في الكتاب فلما نيجي نوصل للتيناجينج بنلاقي ان فيه فروق بين لعيبة وممكن الفروق دي ما يكونش ليها علاقة بالبداية ان هو كان حد عنده موهبة اكتر من حد لكن بمجرد فاكتر بسيط مالكوم جلادول حط ييده عليه في الكتاب وهو تاريخ الميلاد ممكن نكتشف ان فاكتر صغير قد كده يعمل افاكت كبير بعدين وده اللي هو بيسميه مالكوم جلادول مش بس بيقول ان امتى اتولدت في اي شهر وفي اي يوم في السنة بيفرق لا ده كمان بيقول اتولدت في اي سنة بيفرق جدا في الفرص والاوبرتونيتيز اللي تجيلك في حياتك في دراسة عملها على اغنى 75 شخصية في امريكا لقى ان 14 من 75 اتولدوا في العشر سنين اللي ما بين 1860 و 1870 لما تربط الاحداث دي تلاقي ان ده التاريخ اللي كانت الصورة الصناعية بدأت في امريكا فعلى الوقت اللي الناس اللي اتولدت في العشر سنين دول ابتدوا يجبروا وابتدوا ان هم يشتغلوا كانت قدامهم فرص لا محدودة في امريكا ان هم يعملوا فلوس من الصورة الصناعية اللي بتدى تنتشر في كل حتة وابتدى يتعمل الاطرات في كل امريكا فالجيل اللي اتولد في العشر سنين دول هو الجيل اللي شاهد كل الاثار بتاعة الثورة الصناعية وولستريت والثورة الكبيرة جدا اللي حصلت في الاقتصاد الامريكي وقدروا ان هم يستفيدوا من الثورة دي ويكونوا فورتشنز ويكونوا ثروات كبيرة جدا لما نيجي نبص لسيليكون فالي وكل الانترابرنيرز اللي عملوا اكبر شركات في كاليفورنيا في امريكا نلاقي ان هم تولدوا في ويندو من ثلاث سنين من 1953 ل1956 الثلاث سنين دول اتولد فيهم اغلب الناس اللي شكلوا سيليكون فالي واللي عملوا الثورة التكنولوجية والمعلوماتية في امريكا لكن في نفس الوقت نلاقي الناس اللي اتولدت ما بين 1890 و1900 كان حظهم وحش جدا لان الجيل اللي اتولد في العشر سنين دول هو الجيل اللي شاف the great flu epidemic حرب العالمية الاولى وهو الجيل اللي شاف recession الكبير والسقوط الاقتصادي اللي حصل في امريكا في اواخر العشرينيات من القرن الماضي وعشان حظهم يكون اوحش على بال مجاة الحرب العالمية التانية كان الجيل ده لسه في سن التجنيد ثم كمان شاركه في الحرب العالمية التانية لما نيجي نكمل القصة هنلاقي ان من 1935 بسبب كل الظروف اللي انا حكيتها ابتدت القسر تقلل اعداد الزواج وابتدت القسر تقلل اعداد الانجاب ففي سنة 35 اتولد 600 الف طفل بس في امريكا فده معناه ان الفصول كانت اصغر وان كان فيه فرص اكبر ان الجيل ده يشارك في الرياضة ويشارك في الاعمال ويتعلم بشكل احسن الخلاصة ان مالكوم جلادول في الخصة دي عايز يقول ان ممكن يكون جزء كبير من نجاح الناس هو مجرد تولد وامتن وده مالوش علاقة بامكانياتهم المبدئية اللي هم بدأوا بيها لكن دي ناس ولدت في سنين معينة وعلى العكس ممكن يكون حد تولد في سنين معينة يقبلوا سوء توفيق بسبب بس ان هو تولد بوقت معين او في جيل معين قصة بتتكلم على ان الايكيو مش كل حاجة وان واحد ممكن يكون عنده ايكيو قوي جدا لكن ما ينجحش في الدنيا قصة كريستفر لانجن اعلى ايكيو متسجل في امريكا الراجل دهي وز اجينيس لكن للأسف كان عنده حياة متوضعة اتولد لأسرة فقيرة معرفش ان هو يخش جامعة كبيرة جات له فرصة سكولرشيب وفعلا راح الجامعة وكان بيضطر ان هو يسوق مسافات دقيدة جدا لكن بسبب ان مامته معرفتش تملى معلومة في الابليكيشن اترفت من الجامعة وتوقفت عنده السكولرشيب لكن انت تخيل انه صاحب اعلى ايكيو في امريكا اضطر ان هو يشتغل باونسر في البارز البودي جاردز اللي بيقفوا على البارز اي حد فينا يبص لكريستوفر لانجن ممكن يتصور بما ان هو ازكى واحد واعلى ايكيو متسجل في امريكا فالطبيعي ان هو يكون فيزيسست او عالم او عامل شركة كبيرة لكن الحقيقة ان الظروف اللي كانت حوالين كريستوفر لانجن مساعدته ان هو يوصل ويحقق البوتانشيل الكامل بتاع امكانياته الشخصية لكن على العكس رابرت اوبنهايمر الشخصية المشهورة جدا اللي شاركت فيه منهاتن بروجيكت اللي نتج عنه القنبلة الزرية كان من اسرة ميسورة وبجانب امكانياته الشخصية ان هو كان شاطره في نفس الوقت اهله ساعدوه ان هو يخش هارفرد وان هو يتعلم كويس وده ادى ادر ان هو يطور من امكانياته وان هو يكون من اشهر الفيزيسست يكتب اسمه في المانهاتن بروجيكت فمالكو جلادول في الشابتر ده بيقارن ما بين كريستوفر لانجن وما بين روبرت اوبنهايمر وازاين الاتنين الايكيو بتاعهم كان عالي جدا وممكن يكون كان اعلى عند كريستوفر لانجن لكن بسبب الظروف المحيطة كل واحد فيهم خد طريق مختلف جدا في الحياة والنتائج بقت مختلفة جدا الفكرة التانية اللي مالكو جلادول بيقولها في الكتاب هي فكرة قانون العشر تلاف ساعة ان اي حد عنده موهبة معينة في حاجة زي ما تكون رياضة او موسيقى او محتاج ان هو يشتغل لمدة عشر تلاف ساعة عشان يبتدي يوصل ان هو يكون محترف في الموضوع اللي هو بيعمل وجايب امثلة جميلة جدا على الموضوع ده وان فعلا كل مثال منهم احتاج ان هو يشتغل عشر تلاف ساعة عشان يقدر يوصل للنتيجة ان هو يكون top of the world بيكون professional في الموضوع العشر تلاف ساعة دول تقريبا هما خمس سنين او ست سنين شغل لو انت بتشتغل ثمان ساعات في اليوم وتشيل منهم الويكنز من السنة قصة الاولى اللي هو بيجيبها بيتلز اشهر فرقة غناء جت في تاريخ العالم جت موجودة في ستيتينات من ليفر بول مالكوم جلادول بيقصتهم من الاول خالص ايامنا كانوا بيعانوا ان حد يعرفهم وكانوا لسه في الاول خالص وبيعملوا مزيكة على قدهم جت لهم فرصة ان هما يلعبوا في هامبورج في المانيا البيتلز بيقولوا ان الفترة دي اللي كانوا بيلعبوا فيها كتير وبيغلطوا كتير وما كانش عليهم براشر ان هما متوقع منهم حاجة هي اكتر فترة قصرت فيهم قدروا ان هما يطلعوا فيها مزيكة واكتر فترة تعلموا فيها قدرت بعد كده ان هي تخليهم البيتلز اللي بقوا مشهورين في الدنيا كلها فالبيتلز بيقولوا ان فترة هامبورج اللي تقريبا لو حسبناها قعدوا فيها عشر تلاف ساعة هي الفترة اللي قدت ان هما يكونوا احسن بان في الفترة بتاعتهم القصة التانية قصة بيل جيتس كلنا ممكن نبص على النهايات بتاعت بيل جيتس وان هو اللي اسس الامبير بتاعت مايكروسوفت ونقول ده ممكن يكون بسبب زكائه مالكوم جلادول بيسلط الضوء على بدايات بيل جيتس وبيقول ان هو تولد لأسرة ثرية جدا في سياتل وكان عنده فرصة ان هو يخش برايبت سكول كانت كلها من اولاد الاغنياء وقرروا ان هما يجيبوا كومبيوتر في المدرسة وده طبعا ما كانش موجود اياميها خالص مش بس كده بيل جيتس كان عنده فرصة ان هو يأكسس مين فريم كومبيوتر بانليميت تايم وهو شاب في المدرسة لدرجة ان بيل جيتس بيقول انا كنت بعد اعمل بروجرامج على الكمبيوتر اكتر ما كنت بحضر دروس في المدرسة وده ادى ان بيل جيتس على بال ما دخل الجامعة كان هو قردي عدى لعشر تلاف ساعة بكتير وكان جاهز ان هو يعمل الشركة بتاعة مايكروسوفت موزارت من اشهر منقلف الموسيقى في الدنيا كلها مالكوم جلادول بيركز على بدايات موزارت المتواضعة وان موزارت في اوائل ايامه لما بدأ انه يقلف موسيقى كان بيقلف قطع مش كويسة وما كانتش على المستوى المطلوب لكن بيقول ان موزارت لما بدأ وهو عنده 12 او 13 سنة قطع الموسيقية الحقيقية اللي كلنا بقين عارفينها وبقى موزارت مشهور بيها ما ابتدتش تظهر غير وهو عنده 21 و 22 سنة لما تيجي تحسبها تلاقي ان هو التوقيت بتاع العشر تلاف ساعة احتاج ان هو يمر بالاكسبيدينس دي عشان يقدر يطلع الماستر بيسز اللي بعد كده عرفت عن موزارت في قصة تانية بتكلم عليها مالكوم جلادول بيسأل سؤال وليه الاسيويين شطار جدا في الماث وتلاقي ان في كل امتحانات الماث هم على طول بيجيبوا اعلى رانكينجز الحقيقة مالكوم جلادول بيربطها ربطة لطيفة جدا بحاجة بيسميها culture legacy culture legacy هي عبارة عن حاجات بتتوارثها الاجيال وبتبقى مزروعة في الديئة ايه بتاعة الواحد فيبتدي ان هو يطبقها بشكل عفوي وبشكل unconscious في حياته القصة بترجع عند culture legacy عند الاسيويين بترجع لزراعة الرز وزراعة الرز محتاجة ان انت كل يوم تقوم من الفجر وان انت تقعد تشتغل ساعات بدقة متناهية عشان في الاخر تعرف تطلع محصول الرز مالكوم جلادول بيقول ان ده زرع في نفوس الاسيويين a culture of hard work and patience اتهاد وصب وفي نفس الوقت الارقام والحروف عند الاسيويين بتساعدهم ان هم يحسبوا الجمع والطرح بشكل اسهل عن اللغة الانجليزية مثلا فمثلا لما نحب نقول رقم 17 بين انجليش بنقوله 17 لكن لما نحب نقول رقم 17 باغلب اللغات الاسيوية بيكون 10 7 وعشان كده تلاقي ان الاطفال الاسيويين بيتعلموا الجمع والطرح بشكل اسرع بكتير من نظراءهم اللي ممكن يكونوا من cultures اخرى جزء كبير من نجاح الانسان ممكن يكون ليه علاقة بالculture وبالحاجات اللي مزروعة من جواه بسبب البيئة اللي هو تربى فيها والtradition والعادات والتقاليد اللي هو كبر عليها حاجتين ممكن ناخدهم من كتاب الحاجة الاولى ان عناصر النجاح اللي ملكم جلادويل اتكلم عليها في الكتاب هي 4 عناصر العنصر الاساسي هي القدرات الشخصية والفردية العنصر التاني هو الاجتهاد ان الانسان يكون مجتهد ويكون مقدر قيمة الاجتهاد لكن العنصرين التانين ما لهمش علاقة بالانسان العنصر التالت هو عنصر الفرصة والعنصر الرابع هو عنصر الكولتشر ولد فين وتعلم ايه والقيم اللي هو تربع عليها من وجهة نظر مالكوم جلادول ان النجاح والايكو سيستم بتاع النجاح بيتكون من الاربعة دول ومش بس الامكانيات الفردية هي اللي بتطلع الانسان ناجح لازم يكون عنده كولتشر علمه النجاح ويجيله فرص ويكون هو عنده ايمان بالهارد ويرج ويكون عنده امكانيات شخصية تساعده على النجاح الحاجة التانية اللي الواحد بتعلمها من كتاب هو تأثيرك على الاشخاص اللي حواليك شفنا قصة اوبنهايمر وازاي ان اهله ساعدوه ان هو يطلع واحد من اشتر الفيزيسيست اللي موجودين في الدنيا وشفنا قصة بيل جيتس وازاي ان الفرصة اللي كانت موجودة عند اهله ان هما يعلموه كويس تغلوها في ان هما يدولوا اكسس لكمبيوتر هلا بعد كده يأسس مايكروسوفت تيخلي كل واحد فينا يركز ان تأثيرك على اللي حواليك حاجة مش قليلة وان ان انت ممكن تدي حاجة لللي حواليك تأثر فيهم الحاجة دي قد تبدو ان هي صغيرة لكن في الاخر يبقى لها اثر كبير جدا في نجاح الشخص اللي انت بديته الحاجة دي مفيش حد فينا يستهون بالحاجات اللي بيديها مفيش حد فينا يستهون بالامكانيات اللي ممكن يساعد بها غيره كوردنج لمالكوم جلادول في النجاح مش بس متوقف على امكانيات الشخص وعلى مجهوده ولكن بيتوقف على الظروف المحيطة بالانسان فكل واحد فينا ممكن يحاول يهيئ الظروف المحيطة ان هي تساعده على النجاح وفي نفس الوقت يهيئ ظروف النجاح لغيره عشان غيره يقدر ينجح وتكون انت سبب في النجاح اللي غيرك ممكن يقوم دي اتمنى يكون الكتاب عجبكم وياريت كل اللي عجبته الحلقة يشارد على كل البلاتفورمز ويسبسكرايب لليوتيوب شانل بتاعتنا وياريت اسمع رأيكم في الكومنتز على الفيديو والى لقاء قريب ان شاء الله